اهلا وسهلا بحضراتكم مشروع تلال الفسطات واحد من المشروعات القومية الضخمة اللي بتعمل الدولة حاليا على تنفيذها واللي منتظروا اهل القاهرة وزوارها انه يحول منطقة الفسطات لاضخم حديقة في الشرق الاهوسط لحد فين وصلت مراحل تنفيذ المشروع وامتى هيخرج للنور ده اللي هنتناوله في هذه التغطية في الوقت الحالي بيتم العمل على تشكيل التلال الرئيسية بالمشروع مع انشاء بوابة على طريق سلاح سالم وانشاء عدد من الاماكن الطرفيهية والثقافية والتعليمات بيتم تنفيذ مشروع تلال الفسطات على مساحة 500 فدان بتكلفة 6 مليار جنيه وهيتم الانتهاء من المشروع بنهاية شهر ديسمبر العام الجاري 2023 بيدوم المشروع تمن مناطق منها المنطقة الثقافية واللي بتعد احد المناطق المميزة وفيها محور رئيسي على متحف الحضارة وبيوحيد بها مجموعة من الساحات اللي بتشمل انشطة ثقافية ومطاعم ومن المقرر كمان ان تقام بها احتفالات على مدار العام بيوجد للحديقة اكتر من 14 بوابة بوابات رئيسية وكمان فرعية وده لانها بتقام على مساحة 500 فدان معظمها مناطق خضراء وتمت مراعاة ان تكون المساحات الخضراء كبيرة مقارنة لمساحة المباني اما المنطقة الاستثمارية الموجودة في المشروع بتطل بشكل رئيسي على بحيرة عين الحياة واللي بتضم مجموعة من المطاعم والكافيتريات ويمول تجاري وفيها جراش بيسع عدد كبير من السيارات بتنقسم منطقة التلال بمشروع حديقة تلال الفستات الى 3 تلال متباينة الارتفاعات بينها الممر المائي اللي هو النهر وبتتدرج في مجموعة من المساطب بتبدأ من حافة النهر وبتنتهي عند قمة التلة بتضم تلة الوادي والقصبة مدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال وكمان كبري مشاة للربط بينهم وكافيتيريا وشلال وبتضم كمان تلة الحفائر مصرح خارجي ومصارات مشاة ومنطقة لعب اطفال ومناطق خضراء فيها كمان بتضم مجموعة اخرى من المواد او المناطق الترفيهية بتضم تلة الحضائق التراثية ومدرجات وفراغ خشبي بيطل على البحيرة وبيستعرض المخططات التفصيلية لتلك اتلال واللي بتحتويه من مصارات وحضائق متنوعة ومناطق للمطاعم والاحتفالات وكمان الترفيه خلينا اقول لحضراتكم ان الشركة انتهت من انشاء ساحة مسجد عمر ابن العاص على مساحة 12 الف متر مربعة وبيضم اربع حوائل زراعة متدرجة وثلاث نوافير واثناشر حوض زراعة ومية اربعة وسبعين حوض نخيل ده بالاضافة الى حضيقة الاستقبال وممشا البستان والمركز الاداعي للاطفال ومبنى متعدد الاستخدامات وكمان منطقة تفاعل الاطفال مع الحيوانات الاليفة والحضيقة التذكارية والحضيقة النباتية والمجسم الايكوني وكمان الساحة الاحتفالية ومواقف للانتظار ومداخل كمان الحضيقة الحضيقة عفوا وبعض المناطق الاخرى طبعا اللي بيحتويها المكان كمان تم تطوير السوق علشان يضم حرف ترواثية ابرزها اعمال الزجاج والسراميك وكمان الشمع والغزل والنسيج مع تطوير منطقة المقابر وموقع حفائر الفستات والمركز الترفيهي لحضيقة الفستات ومدرج الصخور الطبيعية وساحة الشهداء وساحة الالعة وساحة الحضيقة وممر الوادي ومنصة الاداء وحضيقة المجتمع وساحة الانتظار السيارات دي كانت كل التفاصيل الخاصة بمشروع تلال الفستات بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء